السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعي ومشتركي قناة اجيال الاندلس من مصادر عرفنا ان وزير التربية التعليم هيصدر قرار ونتمنى يكون حقيقة الى الان غير مؤكد بس ده اللي وصلنا بالنسبة 85% ان وزير التربية التعليم هيصدر قرار بحسف الواحدة الاخيرة في جميع الصفوف الدراسية خلال ايام عشان كده يعني المصادر المطلعة داخل دولي الوزارة قالت وبعدتنا قالت ايه ان الدكتور طرق شوق هيصدر القرار ده ليه طبعا لجميع الصفوف احتمال يعني من اول ربع ابتدائي واحتمال اولى وتانية وتالتة وكلام ده كله لان الوقت غير متسع في الترمي التاني احنا عافين الترمي الاولاني كان بدء من نص تسعة لغاية شهر واحد لكن تخيل بقى الترمي التاني اجازاته وغير كمان اللي انت عندك هما شهرين شهرين ونص والكام كبير عشان كان مصادر قيت لك ان السبب ورأسه دور هذا القرار هو عدم اتساع ايام الدراسة في الترمي التاني ده شرح واستعاب المنهج بشكل كامل وده كالعادة اصلا يعني احنا مستغربين في مناهجنا دايما الترمي التاني كام كبير والوقت صغير احنا عاوزين كيف وليس كام ده الخبر اللي وصلنا فحبيت انشره دلوقتي على قناة اجان دلوس وحين التأكد منه هيتم الاعلان بالمستندات ان شاء الله في قناتكم قناة اجان دلوس نصبر شوية وان شاء الله ناكد الخبر قريبا وليس بعيدا كينا معكم السلام عليكم اجان دلوس اشترك في القناة حتى تصلك كل جديد واكيد ان شاء الله وربنا اكتب لكم الخير في كل ايامنا اللي جاية ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة